لو الفنان وقت اللي يخمم يلخص مسيرته كان ويقول راني انا بديت نقدم نحو فكرة انه نبطل الفن معنى اللي يخمم معنى قليل وين تلقى فنان يعمل فيلم ولا كتاب على مسيرته الا ما يكون اخذاء قرار بينه ويوقف المسير هذيك هلو انا عملت ثلاثة كتب زلزو كتب عملتهم في ثمانينات وكتاب الثالث عملتهم في 2012 لا قبل قبل 2008 شبينة من انا مش الكتب بذوم موجودين وتباعوا في السوق باعوا في السوق معنى صالح فرزيت ما زلت المسيرته حتى كان يخمم ميلخصها في فيل زل ما علاش نكتبه اللحن انا شبيك يا ولدي خطر انت قلت فيه تيقول لك الزمار يموت سواب وطلع انت قلت ارى نخمم نهارن بطل الفن وينعم فيها اي اذا كان وصلت حجيته لايبش نحي وقتاش ان شاء الله هذي وقت لي سهل ربي كل شيء بالتسهيل خلم شوية خلم شوية خلم شوية توا ضحكت للدنيا خليني خل الموعد خليني اللم ليش ناو تحب نتاول هانا نخرج ليه امتي تقلت ماني انت نهاب تخمم مش تعمل حجة وتبطل الفن ان شاء الله ان شاء الله هما ما زالت وما زالت خليني اللم عايش اخوية رحمة لدي شو معناها انت اليوم تعتقدت اللي تعم فيه مش صحيح هذاك عليش تبطله صحيح عليها مش صحيح مالي علاش يا اخوي كبرت ماشي للسبعين سنائه وين ماشي تحسبني صغير انا ماشي لسبعين عام السبعين عام عندهم حساب اخوي رأيو سنائه ازرائيل عليه السلام رأيو مترك اللي في بحث الزدق يبولي بحث لها الدورات ايه مانا في قرارة نفسك تعتقد انك تعم فيه حاجة غالطة كينك ليه مانيش نعم فيه حاجة غالطة اذا كانت خمم تبطلها وتعتقد انك تعمل حجة وتقف لكن موزادي يحشمش مو يعمل كل شي يزم ينحشم شوية لا روحش بيك سبعين كبرت رانيش بيك ما عاش تخرج عليك الفد بقى في سبعين ليه تم حاجات ما عاش تخرج عليك كيمة مثلا بارش حاجات بارش حاجات تحييتهم انا سيئ لا نشر بلين تكيف لا نشر لين بيت البر وضع بالتوفيق لك سلام فرسيد